لا تمشي بخوف وقلق ما يسجي بجنح الآه أو كار تثير الفتنة والوطن حماه الله لا تمشي بخوف وقلق ما يسجي بجنح الآه أو كار تثير الفتنة والوطن حماه الله لا تمشي بيأس أعبا تفتن أنا أختي المعتقل عبدالعزيز عبدالرضى المحكم بالعدام أول شي كان المعتقل عبدالعزيز كان معتقل في قضية السهلة في سنة 2011 اعتقل في شهر 9 من 2010 وأفرج عنه في فبراير في 23 فبراير مع الرموز في الدوار كان قضية السهلة شروع في القتل لكن بقدرة رب العالمين أنه طلع براءة وحكم على خمس سنوات بتهمة التجمهر وأعمال شغب في 23 فبراير أفرج عنه في الدوار كان بعد استشهاد الشهيد خاله أيسى عبدالحسن استشهاد في 17 فبراير أفرج عنه كان في الفترة هذه ما كان متواجد في البيت كان في الدوار وكان إليه وكان إليه فعاليات في الدوار وكان إلقى كلمة في الدوار وسوى خيمة للمعتقلين المحكمين بالمعباد والمعتقلين الباقين وسوى نفس المجسم السجن لمعتقلين معامل بعد هجوم الدوار كان يوم اللي انهجم في الدوار كان عبدالعزيز متواجد في ماتن في نعيم بعدها كنا متواجدين في بيت خالة الشهيد لأنه كان أيام البلطجية في مدينة حمد فكنا متواجدين في هناك فما نرجع البيت وهو صار إنه ما تكون في البيت وبعد فترة هجموا بيت خالته وكانوا يطالبينه طبعا إحنا ما يعني عرفنا بهجوم بيت خالة الساعة ثراث الفجر بسبب اتصار والد خالتي إنه يبون عزيز عزيز منها ما رجع يعني ما رجع بيت خالة وظل مختفي ما نعرف عنا ولا أي خبر طبعا في نفس اليوم اللي هجموا البيت خالته هجموا البيت كان في تاريخ ثنين أربعة البيت كان مكسل كامل وبعدها جت الوالدة والوالد البيت مفتوح وغير تم سرقة الأشياء الموجودة في البيت في نقطة التفتيش دوار سبعة وقفونا أن تصلت الوالدة وقلت لها أن برجع أني بجي إليها عشان بصور في نقطة التفتيش دوار سبعة وقفونا أني وأختي والد خالي بسببات أن والد خالي عندما جاءت من الوفاق توقفونا وودونا مركز دوار 17 وودونا المركز طبعا ودخلوا تحقيق أنا وأختي قالوا لنا أن تسلموا أخوكم عشان تطلعوا إذا ما أسلموا أخوكم بتضلوا فهي طبعا جت الوالدة وإياها بنت خالي قالت لي يعني تبت تعرف شو يساوون قال لي إذا ما طلعت من المركز راح نرفع قضية على بناتش أكبر من القضية هذه طبعا اتصلنا للمحامية بالقيس المرامي اتصلت الوالدة إليها فجأت وطلعت من المركز لأنه ما كان فيه شرطة نسائية فقدرت أن تطلعنا من المركز والد خالي حكم سنة وفي الاستئناف نزلوها لستة أشهر بعدها بسبوع في تاريخ ستة أربعة اعتقلوا أخوي عبد العزيز من بيت في عالي بيت حسن وهاب اعتقلوا في عالي طبعا في يوم اعتقاله اعتقلوا حسن وهاب وركبوا العزيز في شقة حسن وهاب واعتقلوا وضربوا وقطعوا من فوق الدرجة إلى تحت وكان الضرب متواصل بحيث أنه كان دمان على درجة بيت حسن لما طلعوا من البيت سووا لي جدار بسبب الأجياب وقالوا يسحبونه على الأرض وكانوا يضربونه ويدوسون عليه يقولون لي أننا الجمسي وانت الشرطي طبعا بعدها ودوا مكان مجهور مكان يعرفه لبسونا الضارة حديد فكانوا عذبونا وضربونا من هم اللي كانوا من اعتقلين لهم بارك من حول سلطان الغتم سلطان الغتم من قبل كان مهدد عبد العزيز باعتقاله وإدخاله في قضية إنه ما يطلع منها فصارت تعديل من قبلهم بعدها ودوا التحقيقات وكان الضرب من قبل مبارك بن حويل وسلطان الغتم ونوراء الخليفة طبعا ما عرفنا عن عبد العزيز ولا شيء إلا بعد سبوعين في محكمة القضاء العسكري تصروا لنجب وليه إثياب فراحت الوالدة والوالد ودوا له إثياب طبعا اللي شاف الوالد والوالد وكان في حالة سيئة جدا من آثار التعذيب حتى إنه ما كان يقدر يمشي فكانوا جايبين محمولين بعدها بسبوعين سووا زيارة إليه في القضاء العسكري وكان آثار كانت لزيارة في المحكمة القضاء العسكري طبعا رحنا إليه كان آثار التعذيب على جسمه وعلى عيونه حتى كان ما يشوف لأنه فقد النظر في واحدة من العيون والثاني صارت ضعف النظر بعدها نقلوه للسجن قرين طبعا في السجن قرين اللي عذبوا في التحقيقات اللي هو مبارك بن حوال وسلطان الغتم ونورة آل خليفة عذبوا في السجن قرين نفس الشي بس كانوا يهم له ناصر بن حمد فكانوا العذبونه وكانوا حتى يواجهون للمسدس ويقولون لي إن راح نعدم يعني في ساعات قليلة وراح نعدم ونلبس كل بدلة البرتقالية ونعدم في كل مكان أو في أي محكمة وفي كل وقت يدخلون ليه وأهددونه وضربونه طبعا ما شاء الله على عبد العزيز إنه كان صمود بحيث إنه كانوا يضربونه وكان يقول يا منتقم بحيث إنهم يقولون لي نفسية نفسية حمار بحدها نقلوه للسجن جاو عقب محكمة الاستئناف وتأييد الحكم نقلوه للسجن جاو في نقالهم إلى السجن جاو ونفس الشيء نضرب عبد العزيز من قبل الضباط الموجودين في سجن جاو من قبل الشرطة وفصار لما الأجلس بس يوني راحت إليهم وقفوا الضرب عنهم والتعذيب وتحسنت الحالة في هالفترة مع الفورميلة رجعت المعاملة السيئة نفس ما كانت ودخل إليه في المحكمة تخلى القاضي يتكلم واعترف على واحد من الضباط إنه ضربه كان اسمه عبد العزيز الدوسري وشافه في المحكمة وقال للقاضي إن هذا الشخص ضربني وعذبني في سجن جاو بعدها بشم من يوم قام ودخل إليه هذا عبد العزيز الدوسري وخلاه يوقع على أوراق طبعا هالأوراق ما كان يدرشنوا فيها وقام وضرب بعد ما وقع على الأوراق ضربه وقال وصار في إليه محكمة وقال للقاضي إنه ترى عبد العزيز الدوسري ضربني وإنه شخص اسمه أحمد النعيمي وضابط اسمه رائد